طعب خبرة أو تجربة حبيبي الأولاني خاصة جداً عندك مضبوط ممكن تحكيها لي دي خاصة كبيرة دي بصي بقى حبيبي الأولاني دي أنا كنت في المعهد أنا متخرج من المعهد العالي لموسيقى العربية قسم تأليف موسيقي تمام؟ وأنا في المعهد حبيت بنت في معهد البلية وأنا صغير كان عندي 20 سنة وهي عندي 16 سنة والموضوع دي في المعهد كان معروف يعني مشهور وهي بنت بللينة كانت جميلة وكانت كده محترمة ومؤدبة وبسيطة فراشة يعني كما يطلق على البللينات واحنا الاتنين على فكرة ساعتها كنا بسطاء جداً يعني أنا ما كانش لسه معي عربية كنا منركب الأوتوبيس وهي كانت بنت جميلة كده وأمر وبللينة حلوة يعني وكانت هي البنت الوحيدة اللي أول واحدة يعني أحبها الحب بقى اللي هو إيه اللي هو لما تيجي تشوفيها قلبك يدق ده الحب بتاع زمان إنه ما بقاش موجود دلوقتي يا دي النيلة عشرين هتطلع تولويها دلوقتي لا عشرين عارف الموضوع ده مراتو يعني عشرين ما بتحبش الأغنية بقى بقى عشر وثابتني ومشيت فأنا طبعاً الدراما اللي بوايا بقى أنا معي الدراما بقى وصوتي حزين من زمان وعايز أغني بقى وعندي طاقة مش طبيعية وكانا عندي طاقة مش طبيعية للشغل بحب الشغل طوله عمرية فقايتلي إنت لازم تنجح وإنت لازم تعمل حاجة وإنت لازم تبقى أهم واحد وتبقى البنت دي توفت فجأة ماتت آه والله إله إلا الله فجأة كده رجعت من بيروت كنت لسه مغنيتش ولا مشهور ولا معروف 2003 2003 ماتت أنا أعرف أيامين طبعاً أعدت ثلاثة أربعة شهور عندي مشكلة نفسية مش قادرة أقولك عاملة إزاي طبعاً وأعد على الأكل أتغدى مع أهلي أعيط أسمع أغنية مزيك أعيط وأنا بنام أعيط بنتي بقى المخابة مليانة مع مية كده وأ bocaحبها جدًا بحبها حقيق بقى كنت كنت فاكرها دي اللي هتجوزها وأوق.. حب برضو impose الموضوع بردو وهي كانت حبيبتي صغنتوطة كده بيقولوا عليه زي الفاكهة اللي لسه بتستوي اه كنا صغرين بقى وكان الموضوع بيور قوي بس فتوفت فمن هنا ابتأيت حس ان ان ربنا بيديني كده علامات ساينت زي ما بيقولوا ان انت لازم تشتغل وتعمل اللي هي كانت نفسها فيه الوصيح ده حصل لي والله العظيم زي ما بحكي لك فعلا يعني مش فيلمي سينيوانا بكلمك بإحساسي ساعتها فضلت بقى من 2004 أربعة خمسة حد ما الاول الالبوم نزل وسميت عملت الالبوم الاولاني كله فيه بقى تفاصيل جدا الالبوم الحولاني ده موضوع تاني بقى نتكلم فيه لحد ما عملت الاولاني وسميته وقلت أول أغنية سميه حبيبي الاولاني خليت بقى عمر طاهر الشعر بقى العظيم صديقنا وحبيبنا عادت حكيت له القصة هو كان عايش معايا القصة دي فضل يكتب واحدة 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 لحد ما قال يا قلبي هي مرة بنتلاقف العمر مرة ومهما نحب تاني ما بننساش حبيبي الاولاني صعب في يوم يرجع لي تاني ده الفراء قدرك نصيبك ليه يا قلبي اللي يسيبك يبقى طول عمره حبيبك بس ليه حاجات بقى إيه كلام يلمس القلب وتملحن أنا اللحن بنفسي ووزعتها مع طارق طارق التعكل ونزلت أول ألبوم كان حبيبي الاولاني ده أول ألبوم لأيه ترجمة نانسي قنقر